موسيقى سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم تحية عراقية طيبة إلك وإليك وين ما بتكونوا والرب يبارك يومكم وحياتكم نتأمل هاليوم من مقطع من تطويبة المسيح علمنا إياها بإنجيل متى صاحة الخامس والعدد أربعة الرب يسوع بيقول طوبة للحزانة لأنهم يتعزون إذا الطوبة تعني مباركا أو هنيالة فكيف الرب يقول هنيالة الحزين محتاجين نفهم أنه أكو أنواع مختلفة من الأحزان أكو الأشخاص اللي يعتقدون بحزنهم وعباسد وجههم يرضون الله اللي ما يحب الفرحين مفهوم غلط عن الله ولهذا تشوفهم دائما عابسين وجمين الرب يسوع علم أنه هذا النوع يعتبر مرائي ومنافق بسبب الأهم بهالطريقة يريدون يظهرون للناس صورة التقوى بينما هم منكرون لقوتها المسيح قال وما تصمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائيين فأنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم فكرة أن الله يكره الفرح لنا هاي فكرة شيطانية النوع الثاني من الحزن هو عندما تخسر شخص عزيز تمر في ظروف صعبة تخسر مكان عملك أو صحتك فهذا النوع من الحزن الطبيعي أما الحزن المقصود هنا هو بسبب خطيئة معينة بعدك عن الله كان في إيدك عمل خير وما سويته بتشوف الشر والخطيئة في العالم بيعمل حزن بحياتك وهذا يسمى حزن مقدس الحزانة بيتعزون لاحظ أنه المسيح ما يقول سيتعزون لكن بيقول يتعزون التعزية بتجي مباشرة الرب ما يتحمل ضيقة نفس المؤمن مكتوب بأشعياء لعطيهم جمالا عوضا عن الرمات ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة اليوم الرب يريد يشجعك ويقول لك أنه هنيئا إلك إذا أنت حزين بسبب الخطيئة الموجودة بحياتك بسبب الشر اللي موجود بالعالم بسبب العصيان اللي بتشوفه وانت بتهزن على هذه الظروف والرب يريد يعزيك ويقول لك هنيالك أنت مطوب وإذا أنت متحز بأي حزن بسبب الخطيئة اللي بتعيشها أو اللي بتمر بيها صلي وياها الصلاة الرب أعلن يعطيك حزن مقدس يا رب يسو احنا بجايين يا رب نعترف بخطيئتنا نعترف بشرنا نطلب من عندك يا رب أنك تصحي ضمائرنا وتعطينا حزن انتوب بكل معنى الكلمة ونرجع إليك وانت راح تعزينا باسم المسيح يسوع صلي آمين آمين والرب يبارككم ونشوفكم الأسبوع القادم